أكدت مصر والأردن الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية في غزة لتداعيته على أمن واستقرار المنطقة بأكملها وخلال اتصال هاتفي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لسعادة السلم في الإقليم وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من العام 1967 وعاصمة القدس الشرقية كما استعرض الجانبان الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وجهود إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة